السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة ابن العرب إذا كنت أول مرة تشاهد الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتتوصل بكل جديد ولا تنسوا الضغط على الفيديو بزر اللايك اليوم هو السابع عشر من شهر ماي هو ذكرى وفاة أميرة الطرب العربي الفنانة وردة الجزائرية ولدت عام 1939 وتوفيت عام 2012 ويوم السابع عشر ماي من كل سنة يعتبر ذكرى وفاةها فهي أميرة الطرب العربي وإحدى أيقونات الفن الجزائري والفن العربي خاصة في الطرب فقد أطربت كل الجمهور العربي في زمانها مسيرة وردة الجزائرية خلال غنائها في فرنسا أعجب ملح سوري ببطولتها وبصوتها فأقنع والدها بضرورة الاهتمام بها فنيا والتعاون معها فكان ذلك بدايتها الفعلية في ميدان الغناء في 1959 سفرت إلى دمشق لتتنقل بعد ذلك برفقة والدتها إلى العاصمة اللبنانية وهناك تعرفت على المنتج والمخرج السينمائي المصري حلمي رفلت الذي قدمها في أول أفلامها السينمائية ألمظ وعبده الحاموني سنة 1962 إلى جانب غنائها قامت ببطولة ستة أفلام مصرية وعرض مصرح واحد في منتصف السبعينات بعنوان طمر حنة أمام الممثل عزة العيلالي والحان بليغ حمدي وإخراج جلال الشرقوي فهذه هي إحدى الأمور المهمة في مسيرة أميرة الطرب العربي أما في التربية والتكوين كبرت في وسط بعيد عن اللغة العربية وعرفت في سين مبكرة بجمال صوتها وغنت في طفولتها خلال مطعم بفندق الذي كان يمتلكه والدها وكان يشرف على تعليمها في الفندق المغني التونسي الصادق ثرية وقدمت عبر إذاعة المصرية أغاني عدة لكبار الفنانين مثل أم كالثوم وإسمهان ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ فهذه هي الحياة أو البيئة التي تربت فيها والتكوين الذي تكونت فيه أميرة الطرب العربي ورد الجزائري فهي تربت بعيد في أسرة بعيدا عن اللغة العربية وقد درست على أياد مغن تونسي أو ملحن تونسي واسمه الصادق ثرية وكما اشتغلت في الإذاعة المصرية في وقتها قبل وفاتها خضعت ورد لعملية زراعة الكبد في المستشفى الأمريكي بباريس فهناك فارقت الحياة بعد ذلك بسكة قذبية في بيتها بالقاهرة مساء يوم الخميس السابع عشر مايي 2012 عن عمر يناهز 73 سنة ونقلت جثمانها إلى الجزائر عبر طائرة خاصة أرسلها الرئيس ودفنت بمقبرة العالية في العاصمة أسأل الله عز وجل أن يرحمها ويغفر لها كل ذنوبها آمين يا رب العالمين وأتمنى أيضا من كل متابعي قناة ابن العرب بالدعاء لها ومن المولد والنشأ ولدت ورد محمد فتوكي يوم 22 جولي 1939 في الحي اللاتيني بمدينة باريس لأب جزائري وأم لبنانية من عائلة بيروتية فهذه هي بعض المعلومات التي جمعناها حول أميرة الطرب العربي الفنانة ورد الجزائرية التي تعتبر إحدى أيقونات الجزائر وإحدى الفنانات التي دوى صوتهن وأطرب الوطن العربي خلال سنوات التسعينات فقد اشتهرت بعدة أغاني في الطرب العربي وبلهجات عدة غنت باللهجة الجزائرية وغنت باللهجة المصرية وباللهجة السورية وباللهجة اللبنانية فكان صوتها في أي طبع من الطبوع يدوي كبلبل صارخ الجوائز والأمسمة حصلت وردة على الكثير من الجوائز والأوسمة خلال مشوارها الفني منها جائزة المجمع العربي للموسيقى التابع جامعة الدول العربية كأفضل مطربة عربية لعام 2009 وجائزة أفضل أغنية لبنانية أي أيام والتي طرحت بعد وفاتها في جوائز الموريكس دور لعام 2014 وقبل ذلك تم تكريمها بموريكس الوفاء خلال حفل توزيع جوائز الموريكس دور لعام 2012 كما كرمت خلال مهرجان كان السينمائي في 2013 بجناح الجزائر من خلال عرض فيديو كليب أغنية أيام التي صورها على شكل فيلم فهذه هي إحدى الجوائز والأوسمة التي تحصلت عليها وردة الجزائرية إن اسم فقط وردة الجزائرية يعتبر أكبر وسام لها فهذه هي المعلومات وبعض الأشياء المهمة التي جمعناها عن أميرة الطرب العربي الفنان الجزائرية وردة وقد كونت منها هذا الفيديو لأنشره تزامناً مع ذكرى وفاتها يوم السابع عشر ماي من كل سنة نسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته